السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 21 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الأسد زي ما حكينا يوم أمس ورح يضل لغاية الساعة 47 دقيقة صباح يوم الغد الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 221 دقيقة من عصر اليوم الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم أيضاً معناته برضو هذا اليوم منكون فيه أكثر كرماً مما اعتدنا عليه مادياً وعاطفياً وحتى الأشخاص اللي حولينا بيكونوا بنفس الصفة لذي ينصب التركيز على الفرح الترفيه تجميل ممارسة الهوايات مشاركة العاطفة برضو يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا مو يمكننا أيضاً أن نقترض المال منستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة وهذا وقت مناسب لهذه الأمور ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لعلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة و34 دقيقة فجراً بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نار المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة ونقبل باقتراحات غير منطقية ما لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في العكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 59 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة عالية بالنفس ونتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 وتسع دقائق ظهراً بتوقيت جرينيتش هذه الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هذه زاوية بطيئة لها تأثير تقريب الأسبوع ومستمرة لأسبوع قادم طبعاً هذه الزاوية رح تكون دروتها ساعة 8 ودقيقتين مساء بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا وبتمنحنا ومواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية هذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل كانت صعبة شوي بالأيام الماضية وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ساعة 11 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينتش طبعاً تأثير هذه الزاوية إلو تقريب الأسبوع أو ست أيام وإلو رح يستمر بتأثيراته لست أيام قادمة هذه زاوية خطيرة فعشان هيك بتكون تنتبهوا من ناحية عاطفية لأنه بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة بهذه الفترة بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للإكتئاب أو نزاعات مع محيطنا أما دولياً أو محيطنا فهي بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطائهم بعض المؤسسات المالية والأم البنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني برضو الأشخاص اللي بيعملوا في المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبرضو بتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناهي الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، طغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه ما زال في برج الأسد معناته خلو المساء زي ما ذكرنا هو صباح يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة سبعة واحد وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبعدها القمر بنتقل للعذراء أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المكتمل عمر 11 يوم في تمام الساعة 12 و29 دقيقة ظهرا بيصير 12 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة منتحسة بنسبة 25% القمر في الأسد حتى يوم 22 ثلاثة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف في الدلو حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتنجح في حملة للترويج لشيء معين بيتعلق فيك عشان هيك لازم اليوم تكون جريء في الطرح بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض ولكن ابعد عن فرض وجهة النظر على الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تضبط أعصابك حاول أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتجنب المعاملات أو الأمور اللي تتعلق بمشتريات للبيت إلا إذا كانت اضطرارية وتفقدها بشكل جيد وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء مش طبيعي برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا اليوم تكثر عندكم أكثر الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة ولكن بدك تنتبهوا على الطرقات من المخالفات أو الأعطال بالسيارات أو الحوادث برضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها عشان هيك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات برج السرطان من نسبة لموليد برج السرطان اليوم يحمل لكم أيضا فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وأيضا بدك تنتبهوا من النصابين والمحتالين ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال ودقق بالتفاصيل زي ما حكينا يعني ممكن هيك تتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن على الوضع المالي حاول أنك تنتبه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم أفضل من يوم أمس إلا أنه فيه شوية عصبية موجودة عندك فعشان هيك بتظل هاي فترة أفضل من الأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وتوضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم تشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو فكرة جديدة تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة بتبدأ اليوم صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بسيطر التعب عليكم اليوم برضو فعشان هيك بتكن تنتبهوا حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وأثناء التعامل مع الغير أيضا عذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك أو توعد بشيء واللي بوعدك ما يوفي فيه ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم أي قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاء داعم أهميش إنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي اليوم حاول إنك تستغل بكل طاقتك قبل ما يوصل القمر لبيت متعبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهميش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن بعضكم يسافر في رحلة أو ممكن تفرحوا لانفراج أو تسوية مهمة بتهتم بهواية جديدة اليوم في نوع من أنواع الحيوية بتكون متحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة لازم تتفقدوا التفاق وتدققوا بتفاصيل كل شيء ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ضريبة أو ميراث وممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب أو تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حذروا الخلافات وما الضخم الأمور فبتبدوا مرهفي الإحساس متوترين بسبب قلق ما حذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يخلي الناس تبعد من حواليك فعشان هيك حاول إنك تتمالك نفسك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك أيضا بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر